أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منمثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جميلنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور مرضونة متكئين عليها متقابلين يتوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وباريخ وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيغون ولحم طهير مما يشتهون وحور نعين كامثال الألوح المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سدر مخزود وطلح منزود وظل مبدود وماء مسكوب ففاكهة كثيرة لا مخطوعة ولا ممنوعة وفوش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سوم وحمين وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا خبل ذلك مترفين وكانوا مسرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى هيقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالمون أصحاب الشمال لآكنون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقنا لكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه ونحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسروقين على أن نبدل أمسالك وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون فأنتم تغرعونه وم نحن الزاريون لو نشاء لجعلناه حطامة فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أن نزلتم من المسن أم نحن المنسلون لو نشاء جعلناه جاجدنا فلولا تشكوشون أفرأيتم النار التي تمرون أنتم من شأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمراقل نجوم وإنه لقسم لو تعلموا عظيم إنه لقرآن كريم في كذاب مكنون لا يمسو إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنزرون ونحن أخرى إليه منكم ولكن لا تمسرون فلولا إن كنتم غير مذينين ترجعونا إن كنتم صادخين فأما إن كان من المطربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصنية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم